هذا وأعلن وزير الصحة دكتور سعد جابر تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 728 حالة سجل في المملكة هذا اليوم ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا وبالتالي يصبح العدد التراكمي الكل 728 حالة وقد توزعت الحالات كما يلي حالتان لسائقين شاحنات من حدود لعمري أحدوهما أردني وتم نقله إلى مستشفى الأمير حمزة كذلك سجلت ست حالات لأردنيين قادمين من خارج المملكة من روسيا كذلك في المملكة سجلت 11 حالة شفاء وبالتالي يصبح مجموع حالات الشفاء التراكمي 497 حالة شفاء وبقي في المستشفيات تحت العلاج 162 حالة أرجو أن أؤكد بأن الفرق هنا هو أن السائقين الأجانب بالرغم من أنهم يفحصون على الأرض الأردنية ومكوادر أردنية لا يدخل المستشفى الأردنية وإنما بعد اتخاذ البروتوكول بإعادتهم فيكون هناك فرق كذلك في بعض الأحيان يكون طفل مرافق لوالديه فيكون داخل المستشفى يحسب بأنه تحت العلاج ثم تصبح حالته إيجابية أحيانا تحسبه مع هدول أو هدول لكن أرقامنا دقيقة جدا كما عودناكم كذلك أجري اليوم 3100 فحص مخبري